وفيما أعلن المخول بإدارة كاركوك علي حمادي ضرورة الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية وباتفاق يرضي الأطراف كافة خلال ثلاثين يوما أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كاركوك حسن نجيب ثبات موقف الحزب من قضية إدارة كاركوك ومنها مجلس المحافظة ومنصب المحافظ مشيرا إلى عدم القبول بتهميش أي كتلة فائزة في الانتخابات ووصف جلسة محافظة كاركوك الخميس الماضي بخطوة صحيحة في اتجاه الوصول إلى صيغة لتقاسم السلطات ومشاركة الجميع في إدارة المحافظة للمضي في تشكيل الحكومة المحلية وأضاف أن منصبي المحافظ ورئيس المجلس وباقي المناصب حق مشروع لجميع مكونات كاركوك كردا وعربا وتركمانا ومسيحا مؤكدا أن أي تهميش لأي مكون من المكونات فإن الإدارة لا يمكن لها أن تنجح وتمضي بإكمال الاستحقاقات القانونية لإتمام تشكيل الحكومة المحلية